نهاركم سعيد شكرا للجميع لحضركم لاهتمامكم رح نحكي اليوم المحاضرة عنوانا طرابات البطينية الباكرة أو الضربات البطينية الباكرة والتسرعات البطينية عند المرضى في حال وجود أو غياب الآفات البنيوية القلبي Structured Heart Disease النقاط الرئيسية اللي بدنا نناقشها بها المحاضرة رح تتركز على دراسة ضربات البطينية الباكرة والبرافقة من التغيرات الهيموديناميكية والالكتروفيزيولوجيك يعني التغيرات الكهربائية الفيزيولوجية والتغيرات بالضغط اللي بترافق الضربات البطينية الباكرة رح نناقش كيف نستخدم تخديط القلب الكهربائي لتحديد مكان البؤرة المسببي للضربة البطينية الباكرة أو التسرع البطيني رح نحكي عن تدبير المريض اللي عنده Sustained Ventricular Tachycardia في حال عدم وجود أي دليل لآفات قلبية ونناقش كمان تدبير المرضى اللي عنده Sustained Ventricular Arrhythmia في حال عندهم آفات قلبية المصدرين الرئيسيين اللي بنصح أنا أنه نطلعين بشكل أكتر مشان نفهم الموضوع بشكل أدق وأكتر شمولية هو والجايدلاينز اللي طلعت بالفين وسبعة عشر بخصوص تدبير المرضى اللي عنده اضطرابات النظم البطينية وكيفية منع حدوث الموت القلبي المفاجئ والجايدلاينز اللي طلعت بالفين وسبعة عشر بخصوص المعالجة بالقسطرة لاضطرابات النظم البطينية بما يخص المحاضرة نفترض أنه كل وضع المساري المساري دقيق بما يخص التخاطيط القلبية كل مركب عريض هو منشأ أو بطيني إذا بذكروا المحاضرة السابقة الدكتور أيمن شرحلنا التشخيص التفريقي للوائد كيو عريس كومبليكس تاكيكارديا بها المحاضرة كل مركب عريض هو بطيني ولكل قاعدة رح نحكي فيها إلى استثناء رح نركز بهالمحاضرة مثل ما حكينا على الضربات البطينية الباكرة والتسرعات البطينية خلونا نحكي عن بعض التعاريف الضرب البطينية الباكرة أو الـ PVC منشأة بطيني بتكون بشكل باكر تاخد محل الضربة الطبيعية إذا كان موجودة اثنين منهم نسميهم فينشكرو كوبلتس إذا كان في عنا ثلاث ضربات أو أكثر منسميها non-sustained VT طالما بين ثلاث ضربات وأقل من ثلاثين ثانية منسميها sustained VT إذا كان في عنا تسرع بطيني بديته ثلاثين ثانية فما أكثر أو بديته أقل من ثلاثين ثانية بس يكون في عنا انخفاض ضغط وهموديناميك انستابيلتي يعني إذا المريض عنده تسرع بطيني مدته 15 ثانية بس سرعته 250 ضربة بالدقيقة وصار عنده المريض سينكوبي نوبة غشي بنتيجة هالتسرع هذا ما نسميه كمان sustained VT كلنا منعرف الPVC ضربي منشأة بطيني باكرة تاخد مكان الضربي الطبيعي المحتمل المفروض تكون هون إذا كانت هالضربي حاصلة بين ضربتين طبيعيات وما بتأثر على الضربة الطبيعية وعى زمنا وما في عنا فترة المعاوضة الموجودة بالعادي هاي منسميها interpolated PVC بحيث أنه إذا منغطي هالضربات هاي وكأنه النظم ما نمغير فيه شيء أبدا فهي interpolated PVC هدول PVC عاديين الفكرة اللي أحب أكد عليها هي وجود coupling interval الكoupling interval بالتعريف هي المدة الزمنية بين التفصل بين الضربة الطبيعية والخارج البطينية أو الضربة البطينية الباكرة هاي إلى عواقب من ناحية الهيموديناميكية ومن ناحية الاضطرابات النظمة الممكن تسببها الـ PVC بها المثال هذا في عنا ضربة باكرة بطينية هون PVC هون PVC هون مع أنه نفس البؤرة إذا بتلاحظوا الكoupling interval هون أطول بشوي هون أطول بكتير فالكoupling interval ممكن تكون مختلفة بنفس البؤرة البطينية وكمان إذا بتلاحظوا هون الـ PVC هي عبارة عن narrow QRS بهالا احتمال هذا سببه أنه وجود الـ PVC بالحجاب بين البطينين وبالتالي التفعيل بالاتجاهين بيتم بنفس الوقت وبالنتيجة بيصير في عنا narrow QRS فموكل PVC لازم تكون wide QRS هاي تتأمسيلي على تفاوت الكoupling interval بمرضى مختلفين بالحالي هون أول وحدي نشوف نهاية الـ T-Wave الـ PVC بعيدة عنا هون الـ PVC مباشرة بتبلش بعد T-Wave نشوف بالاحتمال الأسفل هون الـ PVC بتبلش قبل ما تخلص T-Wave وراح نشوف العواقب من الناحية الهيموديناميكية ومن الناحية الكهربائية بالحالات المختلفة فشو بيصير بنتيجة وجود ضربة بطينية باكرة العواقب من الناحية الهيموديناميكية أول شي منخسر التزامن الأزين البطيني ليش؟ لأن ما في عنا P-Wave بتسبق لQRS منخسر التزامن البطين البطيني ليش؟ لأن عادة الـ PVC بتبلش البطين وبتنتقل للبطين التاني وبالتالي تفعيل أحد البطينات بتم أولا يتليه تفعيل البطين التاني وبسبب أن الضربة باكرة زمن لامتلاء البطين الأيسر بيكون أقصر من العادي فهذه هي العواقب الهيموديناميكية ورح نشوفها ونشرحها بشكل أداة بهالمثال هذا في عنا ضربة جيبية هون وضربة جيبية هون كلنا بنعرف زمن الانبساطي اللي بيمتلئ فيه البطين الأيسر بيبلش بنهاية T-Wave وبيخلص مع QRS والامتلاء بيتعبر عنه بالإيكوكارديوغرام هون E-Wave ملء منفعل للبطين الأيسر A-Wave ملء فاعل للبطين الأيسر نتيجة الانقباض الأزيني طبعا الحجم اللي بيدخل للبطين الأيسر هو بيحدد وبيقرر الحجم اللي بيخرج من البطين الأيسر مفترضين أنه ما في عنا قصور دسام أبهري أو تاجي وما في فتحابين البطينين ما في عنا P-Wave قبل QRS وبالتالي A-Wave هاي ما رح تكون موجودي وبالتالي صار في عنا ملء بطين أقل حصيل خلبي أقل وهالمسافي هاي بين نهاية T-Wave وبداية QRS أو الضرب الباكرة هاي بتحدد لنا زمن الانبساط اللي بيتم فيه الامتلاء البطيني الأيسر فإذا كانت الكابلين انتروفل قصيرة جدا والPVC بتبلش مباشرة بعد T-Wave يدوب في عنا أي زمن لملء البطين الأيسر وبالتالي يدوب يكون في عنا أي حصيل قلبي وحتى ما في عنا أي نبض أبدا فخلينا نشوف هون من الناحية العملية نشوف هون بالتخطيط في عنا تنبيه بطيني منتظم نشوف بالأسفل ضغط أبهري نشوف بشكل متناوب الضغط مرتفع أو منخفض مرتفع أو منخفض إذا منطلع الضربات اللي فيها الضغط أعلى ومنطلع التخطيط بشكل حصري كل مرة يكون في عنا الضغط أعلى في عنا P-Wave بتسبق لQRS بينما وقت يكون في عنا الضغط منخفض ما في عنا P-Wave قبل لQRS فهذا يثبت لنا بشكل واضح وصريح قيمة التزامن الأزيني البطيني بما يخص الضغط وهالقيمة مباشرة ونشوف أثرة بشكل آني خلينا نشوف شو أثر التزامن البطيني البطيني المرضى اللي عندهم Bi-Ventricular Pacing Device بيكون في عندهم سلك بالبطين الأيمان وسلك بروح لتنبيه البطين الأيسى إذا بها المريض نبهنا البطين الأيمن فقط بدي يصير هذا مشابه الذي يصير عنه بحصار الغصن الأيسى فخلينا نشوف شو الضغط الأبهري عند هالمريض وقت مننبه فقط البطين الأيمن في عنا هون مشابه للغصن حصار الغصن الأيسى وفي عنا الضغط هون 120 على 61 إذا فعلنا Bi-Ventricular Pacing ونبهنا من البطين الأيمن والبطين الأيسى منشوف أنه الQRS صارت أضيق لأنصار في عنا التزامن بالتفعيل ومنشوف الضغط مباشرة من أول ضربة بيرتفع من 120 على 61 إلى 129 على 63 هذا كمان يبين لأهمية التزامن البطيني البطيني هذا مريض الثاني كنا نعمل EP Study نشوف بالجهة اليمنى نظم جيبي تزامن أزيني بطيني الQRS ضيقة وبالتالي في عنا تفعيل المتزامن للبطينات ومنشوف الضغط هون بالأسفل في حال تنبيه البطيني الأيمان عم نخسر التزامن الأزيني البطيني وعم نخسر التزامن البطيني البطيني وشوف الضغط مباشرة بينخفض بالتنبيه ومباشرة بيرتفع بعد توقيف التنبيه وهذا منشوف طبعا بالحال السريرية في عنا هون Ventricular Bi-Gemini الPVCs ما عم يؤدوا إلى أي نبض بسمية Non-Purfusing PVCs والسبب مثل ما حكينا الديستاليك زمن الامتلاء الامبساطي قصير جدا بعد ما منعمل الابليشن بيرجع النبض طبيعي واذا بتشوف هون النبض هون معنى 30 ضرب بالدقيقة وهذا المريض أحيانا بيعاني من بطء نبض ويتوقع أنه بده بالطريق أو بيسميكر بهالمريض بده بس شفنا العواقب الهيموديناميكية للضربات البطينية الباكرة من الناحية الإلكتروفيزيولوج هي العواقب الكهربائية بهالمثال في عنا هون نشوف ضربة جيبية PVC جيبي 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 PVC جيبي PVC آخر PVC أقرب على التي ويف أدت إلى حدوث رجفان بطيني السبب أنه وقت بيصير تنبيه البطينات قبل انتهاء عود الاستقطاب بيكون البطينات من الناحية الكهربائية غير مستقرة ويمكن تسبيب اضطراب شديد المريض هذا مريض هذا مريض ثاني أحدث صار عنا PVC صار عنا رجفان بطيني وقت سجلنا الهولتر لهالمريض بمدة ثلاث دقائق نشوف التقطيط بالأعلى النظم جيبي بعدين في عنا هون الرجفان البطيني لحسن الحظ المريض كان مراقب المرضى كانت خلال دقيقة وخمسة عش ثانية صار ديفيبرل ويعادة النظم الجيبي مثال آخر في عنا النظم جيبي في عنا PVC نفس الـ PVC صار هون أقصر أدت إلى حدوث الرجفان البطيني المريض لحسن الحظ عنده صادم وتم إنهاء الرجفان البطيني خلال فترة 11 ثانية فهذا بس حتى نأكد على همية الـ ICD مقارنة بالوسائل التداخل الأخرى طبعا الضربات الباكرة البطينية ممكن تكون غير عرضية ممكن تترافق بخفقان وهي شغلات مهنا كتير مهمة بس طبعا ممكن تأدي إلى حدوث بطء قلب بسبب Don't Prefusing PVCs إذا كانت الحمل تبعه عالي أكثر من 10 إلى 20% من مجمل الضربات ممكن تأدي إلى اعتلال قلب PVC وطبعا 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 مثل ما شفنا إذا كان قبل قصير جدا ممكن تسبب رجفان بطيني بتقييم بتقييم يشفلنا إذا إذا لدينا أي تشوهات إذا لدينا أي ضخامات أي وطبعا حتى نشوف الحمل الضربات الباكرة بنعمل هولتر معظم الناس يعملوا هولتر لمدة يوم يفضل تعملها لمدة 3 أيام أو 7 أيام ليش لأن بعض الأيام يكون فيها الحمل أكثر من غيرها فناخد متوسط الأيام يعطينا فكرة أدق بنعمل اختبار جهد بيعطينا استجابة اضطرابات النظم للجهد كأنها بتزيد أو بتقل بتعطينا إذا فيه أي احتمال كبير لوجود آفات إكليلية بنعمل كاردك امر آي بنشوف إذا فيه أي آفات ارتشاحية وطبعا بنعمل اختبارات وراسية عند الحاج كيف مندبر المرضى اللي عندن بي بي سيز ممكن ما نعمل شيء أبدا إلا متابعة سريرية وكل سنة بنعمل حتى نتأكد أنه ما عم تضعف وظيفة القلب بنتيجة هالضربات بنعمل حتى نعرف الحمل كل سنة يكوننا عم يزيد أو لا طالما المريض غير عرضي ونسبة الضربات قليلة وما في عنده اعتلال قلبي مرافق إذا كان المريض عرضي إذا كان في عندنا ضعف بالقلوصية القلبية اللي نعزيها نحن للبي بي سيز خاصة إذا كان أكثر من 20% فلازم نعمل شي قبل ما ندخل بما يخص الضربات الباكرة البطينية خلينا نعرف منين منشأة وكيف نحدد مكان المنشأ مثل ما حكينا بالضربات النظم فوق البطينية نفس الشيء بالضربات النظم البطينية الطربات النظم البطينية دائما موجودة بالأماكن الحدودية والأماكن الجبلية يعني المخارج المداخل والأماكن الجبلية وين مخارج ومداخل البطينات في عنا مخرج البطين الأيمان مخرج البطين الأيسر المداخل في عنا حول الدسام التاجي وحول الدسام وثلاث شرف والأماكن الجبلية هي العضلات الحليمية فهذه تعطينا الفكرة فعلا عن أهم الأماكن اللي بتكون مصدر للشغاب أو مصدر للترابات النظم كيف بدنا نحدد اعتمادا على تخطيط القلب مكان البقرة بأي بطين وبأي جزء البطين حكينا خبل أنه قراءة التخطيط مثل قراءة أي لغة إذا منعرف وين منشأ التنبيه وطريقة انتشاره ومنعرف الاتجاهات الأطراف والاتجاهات الصدرية وين موقع بدقة خلينا نعتبر هاي أحرف اللغة والقاعدة البسيطة تنبيه باتجاه المسر المسجل اللي بيعطينا موجة إيجابية تنبيه بعيدا عن المسر المسجل بيعطينا موجة سلبية وإذا كان اتجاه التنبيه باتجاه المسر المسجل وبعدين بعيدا عنه بيعطينا باي فيزيك إيجابي وسلبي. إذا منحفظ هالقاعدة البسيطة هون بإمكاننا نتوقع كيف يكون شكل التخطيط. وبنفس الوقت إذا صار في عنا PVC هذا التخطيط غير طبيعي ومنرجع بالطريق الراجع وبهندسة عكسية. فينا نتوقع وين مكان البؤر باضطرابات النظم فوق البطينية ذكرنا أنه ممكن نكتفي بالنظر على أطراف أو المسار الأطراف واحد واثنين وفينا نشخص أي اضطراب نظم فوق البطيني بما يخص الاضطرابات البطينية هالشي غير دقيق ونحن بحاجة لتنعش ليد. ما بيكفي الليم بليدس. ما بيكفي البركوردي ليدس أو الشيس ليدس. نحتاج اتنعش ليد. خلينا نطبق اللي اتعلمناه ونرجع على المناطق الشائعة لبؤر الضربات البطينية الباكرة ونشوف إذا هذا الشيء ممكن تطبيقه. إذا في عنا ضربة باكرة بطينية من المخرج البطين الأيمن أو مخرج البطين الأيسر وفي أي مكان بالمخارج. مهما كان منشأة اتجاه التفعيل للبطينات عم يتم من الأعلى باتجاه الأسفل. في عنا نحن الاتجاهات السفلية اتنين ثلاثة AVF كون الاتجاه التفعيل باتجاه الاتجاهات السفلية بدي يكون عنا الQRS موجي إيجابي 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 وبنفس الوقت عم يتم التفعيل بعيدا عن AVL و AVR وبالتالي بيكون في عنا موجي سلبي بس مثل ما أنا شايفين هون إذا بس منشوف اتجاهات الأطراخ كل شي فينا نقوله إنه في عنا بؤرة موجودة غالبا بمخرج البطين الأيمن أو الأيسر بس ما فينا نعرف أي من المخرجين هذا السؤال مهم حتى نعرف لازم نشوف التخطيط كاملة 12 LDCG بمعنى Limbleeds مع اتجاهات الصدرية في عنا المحور سفلي 2-3 AVF إيجابي بمخرج بطين الأيمن سلبي بالAVR AVL في عنا حصار غصن أيصر لأن تفعيل بطين الأيمن عم يتم قبل الأيصر في عنا Late Transition هذه النقطة المهمة جدا شو منعني بالTransition شو منعني بالLate Transition هو تحول اتجاه لQRS تبع الPVC من السلبي إلى الإيجاب شايفين هون V1 V2 V3 سلبي بتحول لإيجابي بين V3 وV4 وبالتالي التحول بعد V3 هذا ما يسمي Late Transition Late Transition بدلنا طبعا دائما في استثناءات كما حكينا بدلنا أنه مخرج البطين الأيمن هو موقع البؤرة المسببة لها الPVC بما يخص Left Ventricle Outflow Tract PVC Focus إذا في عنا LVOT بيكون في عنا اتجاه سفلي للمحور الPVC إيجابي بالاتجاهات السفلي مثل ما حكينا في عنا Left Bundle Branch Block بس Transition Early الانتقال بين السلبي والإيجابي باكر قبل V3 فإذا بتشوف اتجاهات الأطراف هون شبه المتطابق هالEKG هون مع الأEKG هون نفس الشي بالInferior Leads نفس الشي بالLead 1 نفس الشي بالAVR بس إذا منطلع الاتجاهات الصدرية هذا الجواب اللي بيخلينا نميز بين مخرج البطين الأيمن ومخرج البطين الأيسر فهلا بتمنى بس تشوفوا PVC هاي شكلها ما تكتفوا بالRhythm Strip ما تكتفوا باتجاهات الأطراف بدنا 12 ليد حتى نحدد مخرج بطين أيمن أو أيسر فهذا تخطيط قلب منشوف ضربات جيبية ومنشوف في عنا PVC هون باي جيمينو بعدين بيصير في عنا نظم جيبي بعدين في عنا PVC منطبق القواعد تعلمناها إيجابية باتجاهات السفلية مع هذا التنبيه عم ييجي من مخرج البطين سلبي بالAVR AVL تماماً هل السؤال مخرج بطين أيمن أو أيسر سهله خلينا نشوفه على اتجاهات الصدر للأسف V1 V2 V3 ما صدف عنا PVC وبالتالي ما فينا نجاوب على السؤال فينا نظل معيد تخطيط القلب حتى تصدف عنا PVC هون بس في حيلة يمكن الواحد يتبعه أنه بنبرمج جهاز التخطيط حيث أنه يحط لنا 12 12 ليد بشكل عمودي أول ما يصير عنا APVC فينا نقيم شكل PVC باتجاه الأطراف وباتجاه الصدرية ونعرف منين ما نشأ هال PVC هلأ خلينا نروح على منطقة من المخارج للمداخل هذا CT scan مقطع عرضي عم نطلع من القدم باتجاه الرأس هم في عنا عزم القص في عنا الفقرة هون البطين الأيمن أمام البطين الأيصر وهذا في عنا الميترو فإذا في عنا البقرة موجودة على الميترو وهاي في عنا اتجاهات الصدرية من V1 لV6 تجاه التفعيل من قاعدة القلب باتجاه كل المساري الصدرية وبالتالي نتوقع موجة إيجابية من V1 لV6 لماذا الموجة إيجابية بV1 لأن نحن نبه البطين الأيصر قبل الأيمن وبالتالي كأنه عنا حصار غص الأيمن فV1 دائما إيجابية وبقية المساري كمان إيجابية فبيصير في عنا ما يسمى positive concordance نشوف التخطيط V1 إيجابي V2 V3 V4 V5 V6 فبس نشوف positive concordance باتجاهات الصدرية مع التفعيل من القاعدة باتجاه القمة كمان 12 هلأ خلنا نروع على المناطق الجبلية papillary muscles مثل ما بنعرف أنه papillary muscle هي بتكون عادة بمستوى نصف البطين الأيصر نصف المسافة بين قمة البطين الأيصر وال micro valve تقريبا هذه العدلة الحليمية فإذا في عنا بقرة هون جزء من التفعيل البطينات باتجاه المساري الصدر وجزء عكس اتجاه المساري الصدر وبالتالي يكون باي phasic إيجابي وسلبي هذا بين عكس على التخطيط بالاتجاهات الصدرية في عنا باي phasic إيجابي سلبي إيجابي سلبي طبعا right bundle branch block ليش لأن العدلة الحليمية موجودة بالبطاين الأيسر بهالمسال وتفعيل البطاين الأيسر قبل البطاين الأيمن كأنه عندنا right bundle branch block نحن في عنا عدلتين حليميات أمامية وخلفية إذا منطلع على المحور بالاتجاهات الأطراق نشوف أنه إيجابية بال avf والثلاثة واثنين تقريبا إيجابية فإذا منطلع على مقطع القلب في عنا عدلة حليمية أمامية وعدلة خلفية حددنا من الاتجاهات الصدرية أنه المنشأ عدلة حليمية من المحور فينا نستنتج أنه هاي البؤرة موجودة بالعدلة الحليمية الأمامية الوحشية خلينا نشوف العدلة الحليمية الخلفية نفس المبدأ البؤرة بمنتصف المسافي تقريبا بين القمة والقاعدة التنبيه باي فيزك بالاتجاهين نروح على تخطيط القلب اتجاهات صدرية ما فينا نحدد بالاتجاهات الصدرية كون عدلة حليمية أمامية أو خلفية بس نشوف المحور هون باتجاهات الأطراف بعيدا على اتجاهات السفلية فهذا يعطينا فكرة أنه المصدر العدلة الحليمية الخلفية ليش بهم نعرف مصدر التنبيه أو بؤر التنبيه باضطرابات النازمة البطاينية لأن هذا بيحددلنا وين من الروح حتى نعمل الإبليشن إذا قررنا أنه مخرج البطاين الأيمن هو غالبا المكان ندخل عن طريق الوليد للسفلي للأزين اليمنى للبطاين الأيمن لهون ما في مشكلة أبدا سهل الأمر إذا قررنا أنه مخرج بطاين الأيسى أو حول الدسام التاجي أو بالعضلات الحليمية بدنا نضطر ندخل للبطاين الأيسى بس ندخل للبطاين الأيسى اللي هو يتم بأحد أسلوبين يا أما بالطريق الراجع عن طريق الدسام الأبهري أو الطريق عن طريق الحجاب بين الأزينات إلى البطاين الأيسى على كل الأحوال بس ندخل البطاين الأيسى لازم نعطي المريض تميع بالهبرين فإذا المريض لا يمكن يأخذ هبرين فرضا عنده نظف هضمي قصة نظف هضمي قصة نظف داخل الدماغ يعني إذا في مضاط السباب للتميع هذا بيدلنا بيكون في عنا صعوب بالموضوع تمام منشان نخطط كيف ندخل لهالبطاين حسب المريض إذا المريض عنده دسام ميكانيكي أبهري ما رح فينا ندخل بالطريق الراجع وإذا عنده دسام ميكانيكي تاجي ما رح فينا ندخل بالطريق وفي مرضى نادرين يكون عندهم الدسامين متغيرين فما فينا ندخل أبدا فحتى لو ما كنا بنعمل نحن معالج بالقسطرة بيهمنا نعرف وين مصدر هالبقرة حتى نعرف إذا في مجال نحول هالمريض لمحلات تانية وشو احتمال المعالجين تتم عند المرضى العرضيين عند المرضى الذين لديهم الحمل عالي عادة أكثر من 20% كل الناس توافق أنه عالي أكثر من 10% حتى لو كان 10% يؤدي إلى اعتلال عضلي قلبي وضعف بالل الفي اي اف هذه الحالات الثلاثة الرئيسية التي تجعلنا نعالج اضطرابات النظم البطينية وهذا يتوافق مع مريض عرضي مع نقص قلوسي مع بردن عالي ما الاختمالات الخط الأول بيتا بلوكر وكاسم شانو بلوكر الخط الثاني انتاي اريثميكس كلاس وكلاس ثري هناك بالتفصيل عن المعالج بمتعداد اضطراب النظم بمحاضرة الرجفان الأزيني نفس القواعد يتم تطبيقها فينا نراجع المحاضرة وتعلم أكثر بها الخصوص إذا الخط الأول ما كان فعال فينا الخط ثاني انتاي اريثميكيشن كلاس 2 طبعا كلاس 1 استخدام المعالج بالقسطرة في حال المريض بيفضل هالشي أو ما كان في تحمل للمعالج الدوائي أو عدم فعالية للمعالج الدوائي كيف بدنا ندخل على مكان البؤرة ويحدد وين مكان ويتم حرقها ومعالجتها والتخلص منها طبعا هاي راح عطيكم بعض التفصيل لأن هذا كمان بيساعدنا نفهم محاضرة الانتخل اللي بدنا نعطيها بعدين فعم حاول دخل أجزاء من هالمحاضرة ضمن المحاضرات التانية من التخطيط منعرف غالبا وين منطقة البؤرة فرضا مخرج بطاين الأيمن مخرج بطاين الأيسر أو العضلات البليمية بس هذا ما بيكفي لأن البؤرة لازم نكون منها دقة بمكان قربنا من البؤرة لازم يكون خلال 5 ملي متر يعني يكون دقة شديدة جدا فكيف نعرف نحن موجودين على البؤرة نفسه قبل ما نعمل حرق للبؤرة ندخل داخل القلب ومنسجل أبكر منطقة تسجيل للفعالية داخل البطايل لازي يكون أبكر من ال QRS على التقطيط ومنعمل شي اسمه Pace Mapping ورح نفرجيك رياه هاي خليني أكد أنه بالأي بي ستادي بما يخص الأي كي جي سرعة الورق عبارة عن 25 ملي متر بالثاني بالدراسة الأي بي ستادي السرعة عادة بتكون 100 إلى 200 ليش؟ لأن احنا بدنا ننظر للفعالية الكهربائية بشكل مكبر فهون في عنا نظم جايبي هون هاي البي ويف هيك بتبين المسطحة في عنا هون ال QRS هادي نيرو على فكرة ليش؟ لأن 200 ملي ساكند سرعة التسجيل هادي البي وي سي أبكر شي بالبي وي سي هاي بداية البي وي سي دخلنا إلى داخل البطايل ولقينا بقرة باكرة جدا نسبة للبي وي سي فمنتوقع أن هاي تكون البقرة فمنعمل تنبيه من نفس البقرة اللي شفناها باكرة شايفين هون عم ننبه هون هاي مركب منبه مركب منبه منقارن شكل البي وي سي ناتجي عن التنبيه بشكل البي وي سي العفوي منشوف أنه الشكل شبه متطابق مثال تاني هادي البي وي سي شكلها بشكل عفوي هاي البي وي سي المنبهة او منبه هاي التنبيه شايفين هاي التنبيه اذا منطلع على الليد وان نفسه ليد تو ثري اي في ار اي في ال اي في اف كل الليد التنبيه مطابق تماما للفعالية الذاتية وبالتالي فينا نقول انه احنا موجودين على البقرة طيب وبالتالي فينا نعمل ابليشن بهالبقرة وهذا مثال حكينا عنه شايفين هون ساينس بي في سي ساينس ساينس بي في سي بلشنا بالابليشن هون مباشرة اختفت البي في سي ليش لان احنا متأكدين موجودين بمنطقة تسجيل باكرة جدا ومنطقة تسجيل بس ننبه منا بتعطينا نفس شكل البي في سي وهذا بيثبت انه كنا نحنا موجودين فوق البقرة تماما هذا مثال تاني نظم جايبي هون نون ساستيند في تي جايبي نون ساستيند في تي بلشنا التنبيه هون خلال ثواني اختفت التسرعات طبعا في عنا انترا كارديك ايكو انا متعودين على الايكو ترانس ثراسيك متعودين عبر المري بما يخص ال اي بي منسجل من داخل القلب هون شايفين العضل الحليمي هون بالبطين الايسار وهي القسطرة اللي نعمل فيها الابليشن طبعا بنعمل ثري دي ريمادلينج بناخد شكل ثلاثي الابعاد كمان باستخدام انترا كارديك ايكو ومنشوف هون العضل الحليمي نرسمه رسم تماما ومندخل للنقاط اللي شفناها باكرة وعطتنا good pacemap ومنعمل فيها ابليشن كمان الگايدلاينج class one indication انه نعمل ابليشن للمرضى اللي عندهم pvc من البابلري muscle في حال رغبة المريض عدم تحمل الادوي او عدم فعاليته هذا بس حتى قبل ما ننتقل للمعالجة المرضى اللي عندهم ventricular attack cardio في حال وجود او غياب الافات القلبية الهيكلية structural heart disease بتمنى بعد اللي حكيناه بما يخص الضربات البطينية الباكرة نكون هلا نطلع على التخطيط بشكل مختلف وبس نشوف pvc ما نعتبرها شغلي كبير كتير بس كمان ما نستهين فيها ودائما نفكر بالعواقب من الناحية الهيموديناميكية نطلع على ال coupling interval نشوف قديش الحمل تبع ال pvc بالهولتر ونشوف اذا في عنا افات بنيوية او عدم وجود افات بنيوية خلينا كمان نتذكر انه كل بقرة ممكن تسبب pvc كمان ممكن تسبب تسرع بطيني ومنحدد مكان البقرة اذا كان التسرع بقري مثل ما نتذكر التسرعات اما بقرية واما بعود الدخول التسرعات البقرية او ال pvc البقرية نتبع نفس القواعد اللي تعلمناها بما يخص 12dkg حتى نحدد وين من شاء هلا خلينا نتحدث عن التسرعات البطينية في حال عدم وجود اي دليل على افات قلب بنيوية مثل ما حكينا اي بقرة بتسبب pvc ممكن تسبب vt بس خليني احكي عن تسرعين بطينيين مشهورين جدا ولازم نعرفهم من ناحية الناحية العملية من ناحية الاسلت البورد من ناحية الفحوصات ومن ناحية العنايب المريض اول واحد نسميه repetitive monomorphic vt تسرع متكرر بطيني منشأه مخرج البطين الايمان وهذا اليتو بؤري وفي عنا تسرع بطيني منشأه من البطين الايسار اليتو بعودة الدخول كمان idiopathic بس نشوف تخطيط بهالشكل هذا سواء على 12dkg او على الهولتر بديكم دائما تذكروا هذا repetitive متكرر تسرع non-sustained متكرر اضافي للPVCs كلهم بنفس الشكل هذا مباشرة لازم خلينا نفكر بالrepetitive monomorphic vt معروف هذا من 100 سنة اهم شيء الاليه تبعه focal mana reentrant هذا catecholamine sensitive عادة بالجاهد يتم تحريضه adenosine sensitive ممكن يتصبت وهذا غالبا 90% اكثر موجود البؤرة بمخرج البطين الايمن اكثر والمخرج البطين الايسار التسرع التاني اللازم نعرفه لانه كمان شكل مميز على تخطيط القلب الكهربائي هو التسرع البطيني الايسر اللي قاليته reentrant منسميه كمان bilhassin او verapamil sensitive ليش؟ لانا reentry عودة الدخول الدارة معتمدي على نسيج بيحتاج الكالسيوم لنقل الفعالي الكهربائي وبالتالي ال verapamil اللي بيحسر الكالسيوم بيوقفلنا هالتسرع اذا بنشوف تخطيط القلب عادةً بيعطينا ride bundle branch block حصار غصن ايمن لان تفعيل بالبطين الايسر قبل الايمن المحور بيكون اعلى من الاسفل الى الاعلى لان منشأ المخرج تبع ال reentry عبارة بالجزء المتوسط للحجاب بين البطينين من ناحية اليسار وعادةً ال ablation نعمل بها المنطقة هون بينهي هالتسرع هذا اذا الوهل الاولى منشوفها كأنه ضيق مركب ضيق وممكن نجرب ادينيسن وميتوكرولول بس عملياً هذا الشكل لازم نحفظه كتير 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 نسبياً ضيق right bundle superior access دائماً لازم نفكر بال reentrant left ventricle VT من ناحية ال نفس الشيء منطلع على ال PVC أي شيء أبكر منسجل فعالية أبكر بكتير هالفعالية هاي ناتجة عن الهيس بركيجي سيستم وإذا مننبه بها المنطقة هاي بيعطينا PVC مشابهة تماماً لها ال PVC وهذا موقع اللي بيكون فيه التنبيه ناجح والابليشن ناجح كمان الGuidelines Class 1 معالجة بالقسطرة للناس اللي عندهم reentrant VT المعالجة الحادي ممكن نستخدم VRAPIM الوريدياً كمان هاي Class 1 المعالجة المزمنة في حال عدم وجود المعالجة بالقسطرة ممكن نستخدم VRAPIM بشكل مزمن هاي Class 2 A في حال عنا عنا تسرعات بطينية عند مرضى عندهم آفات قلبية بنيوية طبعاً فينا نسمي كتير ischemic heart disease إذا في عنا اعتلال عضلي قلبي توسعي إذا في عنا آفات ارتشاحية يعني القائمة طويلة كتير كتير خلينا بس نركز هلا على ischemic heart disease لأن المبدأ نفسه إمتى ما كان عنا آفة قلبية تستبدل ألياف العضل القلبية السليمي بنسيج غير عضلة سواء شحمة سواء التهابة سواء ندبة كل هالنسج جديدة هاي غير ناقل التيار الكهربائي وبالتالي ممكن يكون أساس لعودة ظاهر الدخول ما فيني أكد أكثر من هيك أنه دائما إمتى ما كان عنا PVC أو VT دائما 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 خاصة إذا كان VT حاول تحصل على 12-lead ECG بيساعدنا نفهم وين منشأ هالتسرع ونعرف وين نروح إذا منطلع على هالعين هاي النسجية هاي هذا مقطع بعضلة قلبية الأحمر ألياف عضلة قلبية سليمة هون في عنا الإبيكارديوم هون الشغاف إندوكارديوم المناطق الرمادية والزرقة هاي عبارة عن ندبات فالندبات طبعا غير ناقل التيار الكهربائي المناطق بين الندبات أو border zone عدا فيها بيكون نقل التيار الكهربائي بطيء نسبيا بينما النقل السريع ضمن النسيج العضلي السليم وإذا نتذكر من محاضرة تسرعات فوق البطاينية ودارة عودة الدخول من شروط الدارة حتى التم يكون في عنا سبيلين متصلين ببعضهم واحد أبطأ من الثاني واحد فترة العصيان مختلفة عن الثاني فإذا بيصير ضربة باكرة بوقت مناسب بيتم الحصار بجهة والتفعيل بيروح بالسبيل الثاني وبيصير دارة عودة الدخول هذا قلب حيوان سبب عنده احتشاء صار في عنا جزيرتين من الاحتشاء هاي المنطقة بطيئة للنقل بيكون الظروف مهيئة لوجود ظاهرة عودة الدخول فعنا تفعيل بالشكل العادي هون بطيء وهون أسرع ضربة هون حصرت هون وصارت الظروف ملائمة لظاهرة عودة الدخول طبعا حتى نوقف هالتسرع هاد فينا نحط حرق هون نقطة واحدة كافية أو فينا نقطة على الطريق بأي مكان بس شايفين هون نقطة حرق واحدة بينما هون عدة نقاط لذلك مهم جدا نعرف وين هالبرزخ هذا أو منطقة الانتقال البطيئة طيب من ناحية إيجاد منطقة البرزخ اللي عم نحكي عنا النقل البطيئة أثناء الالكتروفيزيولوجيك ستادي خلينا ندرسها خطوي خطوي شايفين هون هاي تسرع بطيني شايفين في عنا كييور Its الكيورس الكيورس الاولى والتانية بنهاية اول كيورس وبداية التانية كيورس مناسميها ديسطاليك تاني متل ما انا شايفين ما في فعالية بطينية بس اذا منطلع من داخل القل فينا عم نسجل فعالية ضمن الزمن الامبساطي فعالية الكهربائية ضمن الزمن الامبساطي هذه الفعالية موجودية ضمن البرزخ بطيء النقل بعدين التتلية فعالية العضل القلبي فخلينا نفهمها هي مثل ما حكينا أنه في عندنا المنطقة اللي هون بطيء النقل وعدد الألياف العضلية الموجودة لو تم تفعيلها ما أنا كبيري بشكل أن تبين على تغطيط القلب الكهربائي لأن تذكروا التغطيط هو من خارج الجسم بينما التسجيل هون همس ما نسمعه أبدا إلا إذا كنا موجودين عليه فالنقل البطيء هون يعطينا هالمسافة هاي بين الكيوارس وبس يطلع التنبيه إلى النسيج العضلي بسجللنا كيوارس فنحن بدأ ندور على المنطقة اللي بين الكيوارس ونقوم بحرقة هون وإذا نبهنا من هالمنطقة هاي الكيوارس اللي باتيجي بدأت تأخر ليش؟ لأن في عنا زمن راح نستغرقه حتى نخرج لتفعيل العضلاء القلبية وهذا الزمن هو اللي بيكون المسافة بين تنبيه ووجود الكيوارس وإذا لاحظنا هون الكيوارس المنبهة نفس شكل تمام الكيوارس الزاتي وهذه منطقة التفعيل والحرق اللي بيأدي إلى نجاح العملية هذا بس حتى نذكر في عنا جزر من الندبات جزر من النسيج الشحمي مهما كانت الآلي أو الآفي البنيوي القلبية فينا نتخيل أن الدارة ممكن تكون حول أي ندبة بهالحالي هاي في عنا الدارة بهالشكل هاي ففينا نوقف الدارة بحرق بهالمنطقة هاي أو بحرق قلال كل المناطق البطيئة أو بهالشكل أو بهالشكل أو ممكن نروح على أي منطقة منشوفها فيها نقل بطيء ومنقوم بحرقة ومعظم الأوقات أن ننتهي بهالشكل هاي بس خليني أكد أنه ليش مهم جدا نحدد تخطيط القلب خلال التسرع البطيني لأن إذا دخلنا للمريض وده عملنا دراسة إلكترو فيزيولوجيك ستادي عملنا دراسة كهربائية فيزيولوجية ممكن ننبه المريض ويصير في عنا تسرع هايك شكله أو تسرع حول هاي الجزيرة أو تسرع حول هاي الجزيرة كيف ده نعرف شو هو التسرع اللي إله أهمية سريرية إذا ما عنا مثال نحن عاملينه داكمنتيشن أو إثبات بالحال السريرية مهم جدا 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 قبل ما تحول المريض لإلكترو فيزيولوجيك ستادي إذا في عنا مجال نسبة شكل تسرع على تخطيط القلب الكهربائي هذا مريض هذا البطين الأيسر من شكل ثلاثي الأبعاد المناطق اللي بتكون حية بيعطينا لون بنفسجي المناطق المتموتي لون أحمر الأزرق الفاتح والغامق هون هي المناطق اللي فيها نقل بطيء وقمت هون بحرق كل المناطق البطيئة طبعا مناطق الحرق كتير كتير هون بعد ما خلصنا الحالي ما تمكننا بتنبيه أي تسرع بطيني هل المعالج الحادي للتسرعات البطينية في حال وجود أفات بنيوية قلبية إذا كان المريض طبعا هيمودياميكاين ستيبل نعمل كاردي فرجن إذا كان هيمودياميكاين ستيبل ما مننسى تخطيط قلب ومنستخدم أميدرون بشكل وريدي أو لايدوكاين وريديا أو بروكاينمايب وريديا مايز لايدوكاين أنه بتعطيه بشكل أسرع وما بيؤدي إلى انخفاض الضغط بشكل حاد اللي ممكن يؤديه الأميدرون والبروكاينمايب بسبب المادة المستخدمة اللي حلها الأدوية وممكن يكون فعال أكتر اللايدوكاين في حال نقص التروي المعالجة المزمنة المزمنة خلينا نتأكد الإي سي دي هو أهم معالجة والخط الأول للمعالجة في حال وجود ستركشورة وارد ديزيز ليش؟ مثل ما شفنا لو عملنا إبليشن ممكن يكون في جزيرة تانية أساس لري انتري تانية ولتسرع آخر في حال كان في عنا تكرر بالتسرع بعد من حط الإي سي دي بيصير عنا المريض ينصدم كتير هذا شيء غير مريح لذلك ممكن نستخدم ساعدة مضادات طراب النظم أو المعالجة بالقسطرة والمعالجة بالقسطرة أثبتت أنه أكتر فعالي من مضادات طراب النظم بمنع عودة التسرع البطيني فبشكل ملقص إذا كان في عنا التسرعات البطينية عادة إنزارة جيد عادة باستثناء الخط الأول هو مضادات طراب النظم أو المعالجة بالقسطرة الإي سي دي نادر نادر نحتاجه إلا في حالات مثل اللي شفناها البي في سي أدت إلى في أف إذا في عنا أفهات قلبية الإنزار ما نجيد عادة الآلية هي في عودة الدخول خلينا نذكر الإي سي دي هو خط العلاج الأول وفي حال صار في عنا صدمات متكررة بسبب تكرر حدوث التسرع البطيني فينا نستخدم المعالج بالقسطرة أو المعالجة بمضادات طراب النظم وهذا بيخلينا نخلص المحاضرة إذا في أي أسئلة يعطيك ألف عافية دكتور سابت شكراً كتير على المخاضرة أنا أعافيكم شكراً كتير نحضركم في سؤال بخصوص الكاستر إبليشن كيف يتم الحفاظ على ثبات السلك بشكل دقيق فوق نقطة الإبليشن داخل قلب أثناء حركة الإنبساط والانقباض شايف هذه الخبرة وهي المتعة وهي الصعوبة والصعوبة أكثر تحافظ على سبات القسطرة في حال معالجة البؤرة الموجودة على العضل الحليمية لذلك نكس التسرعات القلبية بخصوص العضلات الحليمية أكثر بكتير من غيرها ولذلك نحاول نستخدم الإنتراكاردياك أكو مثل ما شفته نشوف القسطرة نشوف سباتها طبعاً هذا تحدي بس يعني نشوف مستوى الضغط نقطة التماس مثل ما شفنا بقمة القسطرة في عنا كتير تقنية عالية بتسمح لنا نشوف أولاً نحن على التماس مع النقطة اللي بتهمنا الضغط كافي ومانو كبير بحيث أنه ما يصير في عنا برفوريشن أو انسيقاب للعضل القلبي بس هذا سؤال جيد جداً وهذا التحدي اللي نواجه كل يوم شكراً على السؤال طيب مشكوري كتير ومساكم سعيد وأنا راح يبلش يومي في عطي كلاف ترجمة نانسي قنقر